موسيقى عقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري وخلال المؤتمر استعرض سعدة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة المعطيات التي تم بناء عليها اتخاذ عدد من القرارات بعد العرض وموفقة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء كما أكد المانع نجاح الحملة الوطنية للتطعيم بوصول نسبة الحاصلين على الجرعتين من التطعيم إلى 94% من إجمالي المهلين لأخذها ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 83% من إجمالي المهلين لأخذها والذي انعكس على انخفاض أعداد الحالات القائمة بالمستشفيات وفي العناية المركزة بعد العرض وموافقة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وبناء على آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا كذلك نجاح الحملة الوطنية للتطعيم بوصول نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم إلى 94% من إجمالي المهلين لأخذها ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 83% من إجمالي المهلين لأخذها والذي انعكس على انخفاض في أعداد الحالات القائمة بالمستشفيات والعناية المركزة ما تؤكد عليه الدراسات والمؤشرات الوطنية بشأن المتحور الجديد أوميكرون حيث تبين بأن مضاعفاته هي أقل من المتحورات السابقة لفيروس كورونا خصوصا عند المتطاعمين والحاصلين على الجرعة المنشطة كذلك لما أثبته الاختبار السريع لفيروس كورونا من فعالية فإنه تقرر بدءا من يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 تحديث إجراءات الفحص وفق مقتضيات المرحلة الحالية من مسار التعامل مع الفيروس كما يلي أولا تركيز وتكثيف الفحصات المختبرية بي سي آر لمن تظهر عليهم أي تعراض للفيروس كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس ومن تظهر لهم نتيجة الاختبار السريع لفيروس كورونا إيجابية والمخالطين للحالات القائمة الذين كذلك تظهر عليهم أعراض الفيروس ترجمة نانسي قنقر